السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على الدواء من مطبخ نادر سعيدي كما ملف لكم اليوم ان شاء الله معشين عند الوالدة ومعشين كاملين الخوط الاخواتات كل شي مجموعين ان شاء الله عند الوالدة والحجنة ديه غادي كلفها باش دير لنا جوجة وجنات من الطرز العالي طاجين الول ديال الجيش والجوج ديال اللعم اه نعطيكم المقادير ديال الطاجين الليول وبالفعل من اللي كي يجمعوه عصك تواجن وخصك شليد ديالو بعد نعطيكم المقادير ديال الطاجين الليول ديال الجيش والنا جوج ججات مقطعين منقيين مرقضين فالخل والحامض عندنا البصلة الزيت الزيتون الزبيب العطرية الحامض لقصبرو المادنوس ضامة الزفران هذا هو التوابل ديال طاجين الليول ديال الجيش كما كتشاهدو جج ججاج جوج ججات مقطعين ومقدين على حسب طاجين بالنسبة للشلايد قطعات الأغلبية للخضر منها خيزو البطاطا شوية البربا البصلة القصبور المعدنوس من بعد أن تفورت الخضراء سوف نقوم بها الشلادة سوف نقوم بها الشرميل الشرميلة 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 تحرك كامل بالزيت و تدهن الأعضاء الشرميلة الخيضات والاكتفات والجنيحات كما تعرفون و هنا سوف نقوم بها الشرميلة لتحرك كامل و تدهن كما يقولون كما تشاهدون سوف نقوم بها الشرميلة سوف نقوم بها الشرميلة سوف نقوم بها الشرميلة بالنسبة للحجنة ليس هناك أدابة في الدار التواجن أربية كبيرة فقط سوف نقوم بها الشرميلة في أين لا تدهن لها السنين طيب الطاجين الآن سوف نقوم بها الشرميلة التجني نقوم بها الشرميلة ما أريد منكم تطلبون لها المساعدة والمساعدة تعاولوا تدعمها لكي تدير لنا الطاجين كيش هيه وتبارك الله الطاجينة جملة ستبدأ في النصيب الطاجين الأول الطاجين الأول بعد شرملات جيجات تستفهم في الطاجين وحتى وما يتشرطوا عليها قاعد الفميلة تشرط عليها شي بغاء لحم شي بغاء الججاج شي بغاء شلادة شي بغاء كل واحدة ولكن كل شي يطلب طاجين الماكلات كلهم يكونوا في الطاجين هنا بدأت التهيئ في الطاجين الأول بعد ذلك شرملات جيج تضع في الطاجين يجعله يتقلق سبحان الله سبحان الله أصبح هذا يجعله يجعله تقلق من تلك الشيء يجعله الصحة والعافية والدوام على الطاجين لا يضحكوه لا يضحكوه لا يضحكوه لا يضحكوه لا يضحكوه بعد ذلك ثم تقلق اصبح تقلق تقلق لبصلة السيئة و سوف يبدأ في الطاجين الأخر تقلق البيت وكتزيد الزبيب والزيتون وكتخلي الطاجين الأول يوجد على بركة الله باش ندوزوا للطاجين الأخر ان شاء الله المهم حنا متبعينا ايطاب بيطاب الضغمير ارى كم شفتوها اللي بغى يوجد طواجنات بحال الحجانة ديا ارى الضغميره عرفتوها كيف يشقدر ليها ودك شي يدو في الدخو هاكن غيلة اعطيك ساعتك اوجد غيلة مناشر واجي لعندلين لنا ديا تاكل الطاجين مرحبا بكم ما نقول لكمش شريحك اطلع يا سلام انا لكم لقيت دابا بدفاد الولادة وبالخصوص من اللي كتزيد دوك الدريسة ديالتوما في الجناب اش غادي نقول لكم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كيش يهيو كيش يهيو ايوه اخلاص الحامض والضغميره ما نعود لكمش هاكنت سنا غير سبدا في الطاجين الاخر باش ام خليكم معا الفيديو بلا ما نكتر عليكم الهضرة وهنا الحاجة الناديه يزبدا في الطاجين الاخر اللي هو اللحم ديال المعزي اللحم ديال المعزي نحن مضغمر ينتج بالضغميره كي شاهده الجاج إلا الضغميره ديال اللحم الله يلاكن تقرع على التاجنان أنا شهالي مازال ما طاب الحمد لله يواما نقرش نعم الله الله يقويا نعمة ويكترا ويذو ما علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين وانتمنى تتبعوا معي الفيديو حتى الأخير ومرحبا بكم بالنسبة للطاجين الأخر دارت فيه اللحم من ضغمر الضغمرة دير اللحم والتوابي اللي شفتو وزات ليه اللبس لحته والبرقوق بس تسميه زات ليه اللبس لها والبرقوق بعد ما تقلى اللحم كتزيد عليه اللبس لها ما مضغمراش لان الجيش يخص يعبط البصلة مضغمرة الحم الا الحم كتجي البصلة صاينة مكيلة الضغمرة فيها الاول وفي الختم ديل الفيديو هادي بان لكم شليدات اللي صوبات وهنا كبدي كوريه كتزوقو زعمه بالحار والبرقوق وكيجي ذاك شي من ذاك شي رفع قلنا الزوقة ديال الطاجين لابريزنتشون زعمه ديال الطاجين كتبريزنتيه بماتيشا شريز وبالبرقوق وبالحار ومرحبا بكم وإلى فيديو قادم بحول الله غير أنكم ما تنسوناش ما تنسوش القناة ديال مطبخنا ديال السعيدي من دعم ديالكم تعاليق ديالكم لإرشادات ديالكم وإلى فيديو قادم بحول الله والسلام على مقامكم العالي بالله وإلى فرصة قادمة وإلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومبرك عليكم وعلينا رمضان إن شاء الله الله يدخلوا بالمال والعناء والرزق والصحاب على جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وباش نختمو نصليو كاملين على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى